لبنات تعانوا لي من شي حاجة اسميتها التسبغات وشي حاجة اسميتها الحروق ديال الشمس ونمشوا الكلف والحبوب فاليوم اجبت لكم الحل بجوج ديال المكوينات ايه يا لبنات ما شاء الله الله ومبارك فيها يا لبنات النتائج امام العين ديالكم واللي هو مل قهوة سريعة دوبان وكرام نيفيا العلبة الزرقاء كله فوائد وكله مزايا وكله اشياء ايجابية ولله الحمد فهذه الوصفة هذي قسما بالله لبنات اللغة ترحموني عليها يعني ايه واحدة تجربسها ونادت وحيدة عليها هذك العقز اللي فيها فغادي يجيب بها الله تيسير انتم ناس كونو كمسان قولو حادقات وتنودو تجربو لي هذلاغو سيتو تقولي كيف تجلسكم في التعليقات وشفعلنات الاستحسان ديالكم وشفعلنات الاعجاب ديالكم وشفعلنات ردد ديالكم وانا البنات كان رحب جميع التعاليق يعني ايه واحدة بتخليلي ايه ان كومنتار فمرحبا على الرسل عين البنات وكما كان قوليكم دائما في الوصفات ديالي كان ناخد بعيد الاعتبار الوصفات الامنة الوصفات المجربة اللي خدمت عليها من قبل على الاقل واحد الاسبوع تلجو ديال الاسابيع كذلك كان بحث وكان نقلب من هنا ومن اللي هي من العائلة ديالي اللي يخليهم ليه كذلك جاراتي حتى وما يكيزيدوا يبحثوا معايا وعمقوا معايا في الموضوع باش يجيبوش حاجة اللي هي في المستوى وكان خرجوا دائما بوحد الغزولة اللي هي زوينة بزاف واللي هي الوصفات الطبيعية البساطين والخاسين وهدي واحدة منهم كانت دايجا قدمت لكم في حالة النوعية انتعالي فيديونات اللي استحسن ديالكم بوحد الشكل الحمد لله كبير بزاف فمنتمنى البنات اي وحدة كاتتفرج في هذا الفيديو تهبط لتحت ودعمني باللايكات ديالها بطبيعة حال فضلا وليس امرا غير باش كتزديد تساس افانسي بينا الناس اللي مازالين ما مشتركين شي هبطول تحت ويكبسوا على كبسة الاشتراك فعلوا زي الجرس وعلى بركة الله غادي نمشيو باش نتعرفوه على او لالتفاصيل ان شاء الله ديال هاد لغسيت هادي يعني الانواع ديال الكرام نيفيا باش ننفرقوا مبيناتهم بنسبة الناس يكيو سولوني على كرام نيفيا العلبة الزرقاء باش نعرفوه اصلي وغير اصلي يعني باش نعرفوه وش مزور ولا اصلي مهم ان تعرفوه على المقادر التناوية او مهم كل شي كاي ان شاء الله حاضرنا در فهذه الوصفة وعلى بركة الله غادي نبدو اول حاجة لبنات هي القهوة سريعة سالدوابان او لا القهوة حبيبات اول حاجة إلي تلاحظوك معي هنا عندي Airport اصطع ان تكذف وهناий ماركات سريعة الدوابان اكضاء هذا النوع ينتع القهوة كنديرها انا بزاف كنجيب منها تقريبا كمية كتيرة ولكن الى انتي مبتش تصديري هنا اصطع ف Wu więc buy any markMeter يعني هنا اصطعت اختياريا على حسب الرغبة ديالك تبقى قطع الاصطع ممكن تصدف لكن اصطعت اصطع سامنا ممكن تصدف أي ماركات القهوة 일본 كرام نيفيا العلبة الزرقاء هنا لدي غير حجم الصغير 60 ميلي لتر سأجيب لكم الحجم الكبير فهذا البنات هو الحجم الكبير 150 ميلي لترى 150 ميلي لترى هذا هو الحجم الكبير وكين الحجم الصغير هو هذا 60 ميلي لترى 150 ميلي لترى وكين الحجم نتوسط 90 ميلي لترى ثلاثة ديال الحجام صغير نتوسط الكبير فانا الاغلبية الاغلبية هانتوم وما زال عندي في المطبخ ديالي ولكزينة ديالي لانه في غامه والبنات كانحتاجه وكانستخدمه بشكل كبير بزاف هاد الحجم الكبير هادالبنات نيفيا كرام العلبة الزرقاء كله فوائد كيرت طب كيعالج تجاعد بزاف منكم قلتوا ليه وش كيعالج تجاعد نبغي نقول لكم اها عن تجريبة ماشي ديالي صراحة وانما ديال الام ديالي يخليها ليا فالحمد لله دايجة عندها تجاعد لهم اكيد كان نعالجهم بالوصفات الطبيعية ولكن فاشكت اللابو ديالها كتنشف لها بزاف كيبدأ شوية ديال تكماشيبان فبتالي كتبغي تكماشيبان كيما سنقولو يبال وجههم جبد فاش كتدير كريم نيفيا الحمد لله دائما الوجه ديالها كيكون مرتب لانو ديجة نوعية البشرات الوجه ديالها جافة فكيت ترتب كتحسيب الوجه ديالها ناعم ومدسم يعني فيه واحد اللمعان ماشي باهت مفيلا اشراقها لتاشي حاجة وكذلك التجاعد كيزولوا لها يعني كيزولوا بهاد الكريم هادا بفضل هاد الكريم نيفيا العلبة الزرقاء كترطب به جوش ديال المرات في الصباح وفي الليل لانو اللادرتي وتعرضتي الاشيعات الشمس ممكن يسبب ليك سميرا على حسب كل وحدة ودائر جديا لنوعية البشرات الوجهية ديالها فالمهم عندو زودة باش نعرفوه أصلي او غير أصلي باش تعرفوه أصلي بجودي الحاجة هي انو هاد الاسم هادا الامامي كيكون محفر ليهو نيفيا كريم باللو الأبيض هانتوما اللي بنات سمعوه يعني الاسم هكدا مني كتمسي وكتلقيها هاد النيفيا محفرة كيما سنقولو كتلقيها كتلقيها أصلي كتدوزي للخلف هانتوما حتى ايه البنات محفرة يعني من الامام هانتوما من الامام ومن الخلف الاسم محفر بالتالي هادا كريم أصلي حتى حاجة زائد البنات انو هاد الغلاف ديالو راه فيه مطبوعة فيه نيفيا نتمنى يكون كيباليكم انتم مطبوعة فيه نيفيا على حقه وطريقة هاي البنات فابتالي هادا كريم أصلي ماشي مزور هاد الاسم هادا ما كيكونش محفر كيكون مكتوب ولكن كيبغوا يقلدو ولكن للأسف ما كي يقلدو شي مزيان يعني ما يمكنش تقلدي واحد المنتوج وما يعرفوش المستهلك ضروري ما كيعقبي وضروري ما كيعرفو فكيما قلت لكم البنات اني فيا كريم ما كتكونش محفرة كتكون غير عادية لمن الأمام ولا من الخلف فما تطيحوش في المسألة انك تجي بيش كريم ماشي يعني كما نقوله مزور ماشي أصلي لانو لما كانش أصلي يقدر يسبب ليك مشاكل الله يحفظنا وحفظكم في الجيهة ديالك في حال ممكن يعمل ليك ندوب حبوب يعني ممكن يعمل ليك لقدر الله هكذا السيكاتري يسفوجك مهم على حسب يعني خرج لك شي تسبغات مع مركش تيوم فبالتالي اخودي كريم نيفيا العلبة الزرقاء أصلي اتلقيه موجود عند الناس المخصي في بيع مواد التجميل ولكن دائما اخودي الحيطة والحذر ديالك بانك تتعبري بهذا المسألة اللي قلت لكم وكذلك البنات المسألة ديال انك تاخذي كريم نيفيا كذلك من المحلة التجارية الكبرى او الصغرى يعني حتى وما كيبيعوا الاشياء الأصلية دائما يعني ومعاد انك تتأكدي من الأمام المهم هاد الشي اللي كين لبنسبة القهوة لبنسبة كريم نيفيا العلبة الزرقاء دابا البنات سوف نزول المكونات ثانوية اول حاجة البنات سوف تحتاجي معايا المدية الورد انا كان عشقه ديال الهنا عندي ديال قلعة مقونة بزاف منكم تسولوني شمن ماركة غير هادا ديال ثلاثة درام الرخا والرباخة ممكن تاخذي المزهري لك انك يعجبك هذا ماء معطر الصناعي خالي من الكحول ولكن انا استخدمت غير مزهر لانه كيعجبني بزاف صراحة عفوا هادا ما ورد ماشي مزهر هادا هو مزهر فالمهم درت هنا ما ورد حتى مزهر كيعجبني ولكن هاد الفترة الاخيرة اعشقت مزهر ما ورد كتر من مزهر المهم شوف انتي شنو غادي يناسبك شوف انتي شنو غايعجبك والحاجة دائما اللي كتسلكك فهيلي غادي تديري كذلك البنات غادي تحتاجوا معايا كمية من الشوفان او الخرطال ها هو البنات الشوفان اللي كنكون هنا طحنا هاد الزلافة هادي البنات ما كتقضنيش في النهار هاد الزلافة كاملة دي الشوفان والله ما كتقضني لاناني ما شاء الله كنستخدم بزاف ديالي غسلت الطبيعيين يعني الحمدول الله كنجرب لكم بزاف الاشياء باش نجين باختاجية معاكم في القناة فما كتقضنيش هادا زلافة وانا غا نوريكم الخرطال او الشوفان قبل ما يكون مطحون باش هادا تعرفوا الشكل دياله بالنسبة الناس ما كيستخدموش بزاف الوصفات فهو هادا البنات اذا هو الخرطال او رقائق الشوفان فكما قلنا البنات الشوفان او الخرطال القهوة نيفيا العلبة الزرقاء ماشي البيضاء هادي الزرقاء خليت لكم الصورة دياله في الصورة المصغرة نتعادل فيديوهي والقهوة الماء ديال الورد ولا الماء ديال الزهر شوف انتيشنو غاي ناس بك شوف انتيشنو كيعج بك كذلك البنات غا تحتاجي معايا الطلق دياله وليده الصغار ممكن جونسن ممكن دوتخ مارك ولكن هنا خديت هادا ارخص واحد اللي كعملي خمسة درام مغربية هو طلق دياله بيبي صغار اتلقي موجود عند الناس المخصصين في بيع مواد خمسة درام كيف ما ممكن تلقيه باقتوي يعني موجود هادا بزاف الاسواق وتمان دياله مناسب بزاف فهد طلق هادا دياله اللي ده الصغار زوين والفوائد دياله والمزايا دياله لا تعد ولا تحصى فقلنا البنات الشوفان قلنا القهوة قلنا كرام نبيل علبة الزرقاء طلق والماء ديال الورد وهنا وصلنا البنات خمسة ديال المكوينات وغادي نضيف المكون الرسمي المكوي الاساسي اللي دي ما كان باقتاجيه معاكم ولي هو الاروز باودر هنتم البنات هادا زلي فادي فاروز باودر بالنسبة للروز الناس اللي كتسوني كتقولي يش ما روز كتديري يعني النوعي ينتعى الروز فانا البنات دائما كان ديال الروز ذاك اللي كيكون رخيص بزاف ولي كيتبع عند البقالة وفين ما مشي تتلقيه واللي هو البنات الروز كمسة نقولو اللون دياله بيد والحببات دياله صغار هذا كبو الروز يديما كان ستتخدم الحمدول الله الفوائد دياله المزايا دياله لا تعد ولا تحصي يعني كل فوائد صراحة وعلى بركة الله دفا غادي ندوزو وشن تعرفو على طريقة استحضار اول حاجة غادي ناخدو البناس معا تلجوج ديال الروز معا معا ديال الشوفان معا طلك ديال بيب الصغر غادي نفتحو انايا معاكم فغادي ناخدو كيميا شوف انت يدري الكيميا اللي غا تناسبك يعني وش قليلة ولا كثيرة هاد المسألة راجعالك المهم هنرا غادي نخلطو دابا يبا المدير الورد كنجمع هاد المكونات هادو ش rimان شعور ش ذ milliseconds شكرا شكرا نضيف كمية من القهوة 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 المترجم الى التعليق المترجم الى الوصفة ما شاء الله القوام الوصفة يعني قوام عاقد قوام غزال هذه هي شكل ديالها الا جاتك مثلا عاقدة فكتزيد المدين الورض الاجاتك هي هذي كما اتقول قوام له متوسط فكتبقها بهات الشكل هذا وهنا هادش اللي سيديل هنطبقها معكم بهات الطريقة فعلى بركة الله سوف نشوفوا بعد القوام دياله كيف يحمقه وبريحة القهوة وبريحة هاد الروز والشوفان والطلق ما شاء الله فالمهم بناتها انتوما ونبيتكم تشوفوا القوام ديالها مضاروري ومؤكد واحد نسي مرة ما نعودش لكم عليها يعني واحد نسي ما الخيال يا البنات انتوما نادرتها اليد ديالي كاملة انترا كتديري هالعنيق ديالك لوجيه ديالك المهم لأي بارتي بغيتي انتوما كتخلي واحدة كتجف او لاحدة كتنشف تقريبا ما غتاخدش لك مدة بزاف في الدوش ولا في الحمام كتاخد منبا خمسة دقيق في البيت كتاخد ما بين خمستاشة لعشرين دقيقة غيره هو خلافش بلاسة ليه يمشمسا ومهو يفحل الصح يعني اسطحها ديالنا فيش تنطلعولو يعني اكيد فيه الهوازوين في كيكون شمس كدلك فضغية كي نشفولينا في الوصفة انا هادشي اللي كان دير شخصيا يعني فيما جاتني شي وصفة كتاخد الوقت شوية وعندي انا دايق الوقت فا كان طلع للصح باش هكدت نشف ليه مزيان على الحقة ديالها ومبعد كان نغسلها واللفة ديالها ولا النتيجة ديالها الغزيل تكتب من مند اول استخدام اشتركوا في القناة وفعلوا زيال جرس وانطلقا معكم في فيديوهات مقبلة الى اللقاء اشتركوا في القناة